اشتركوا في القناة ومن افساد الدنيا أيضاً ما تتنادى به الدول والغيرون والعقل إلى مكافحة الفساد بأنواعه ومظاهره والفساد في الأموال والفساد في الجاه والمناصب هما أبرز معلمين من مظاهر الفساد في الدنيا وفي حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئباني جائعاني أرسل في زريبة غنم بأفسد لهما من حب الجاه وحب المال فإن حب الجاه يغري صاحبه ولهذا من حبهم للجاه يشترون بالجاه المال ليذكروا ويمدحوا ويشاد بهم ويتناقل الناس عنهم أحوالهم وأخبارهم في مجالسهم ومنتدياتهم ووسائل اتصالاتهم وحب المال أصله جبلي لكن التطاول معه يوقع صاحبه في الحرام إما في طلبه وتحصيله أو في إنفاقه وبذله وهذان المظهران أعظم مظاهر الفساد والإفساد ولهذا اشتد الوعيد والزجر والتهديد على مكمن الفساد في الرشوة في باذلها وفي آخذها وفي السمسار الواسطة بينهما وهو الرائش ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله الراشي والمرتشي والرائش فالراشي باذل الرشوة والمرتشي آخذها وقابضها والرائش السمسار الواسطة بينهما كما أن في الزنا جاء الوعيد في الجرار القواد الذي يسوغ الزنا بين الزاني والزانية فكذلك في الرشوة فالسمسار كالقواد والجرار أعزكم الله والحاضرين بين الراشي وبين المرتشي